موسيقى دكتور شايفك تعبان شو القصة؟ من القصص المرعبة تبعك ولك يا بني آدم كيف الواحد إله قلب بيقتل أبوه و أخوه؟ ييه المسلم التقي والمخلص بيقتل أمه و أخته و بنته كمان كرمال رسول دكتور أنت وأتباعك لازم يحجزوكم بالعصفورية للأباد ليش في عصفورية بتسعنها كلنا دكتور؟ الله يجيبك يا أطولة البال إيه والله والصبر حلو دكتور حكيتك في الجلسة الماضية أنه آية المائدة 22 نزلت في عبيدة اللي قتل أبوه يوم بدر إيه نعم إسه مش رح أنساها طول عمري ولكن أخونا السدي بيقول أنه الآية نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول مين هاد عبد الله؟ يا سيدي هاد الزلمة كان من أتباع الرسول المخلصين كان يلقب برأس المنافقين لأنه كان مرة مع الرسول ومرة ضد الرسول كل واحد ضد الرسول بيكون منافق؟ منافق ومفسد كمان طيب تابع تابع كان عبد الله في يوم من الأيام عند الرسول ولما الرسول شرب شربت مي فاز عبد الله وقال له للرسول بالله يا رسول الله ما أبقيت من شرابك فضل أسقيها أبي لعل الله يطحر بها قلبه فأفضل له فأتاه بها ليش فضلت الرسول بتطهر القلوب؟ طبعا دكتور الناس كانت تتمنى تلحس اللبصاق طبعه أوف شو هالقرف هاد يا؟ إذا بدك ياني تابع دكتور رجاهم بدون إهانات تابع تابع فقال له أبوه فهل جئتني ببولي أمك فإنه أطهر منها هاي حلوة يا إسلام صدقني حلوة وشو صار بعدين؟ نزعج منه ابنه ورجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أما أذنت لي في قتل أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ترفق به وتحصن إليه شايف كيف الأخلاق الحميدة عند الرسول دكتور؟ ما خلاه يقتل أبوه ما شاء الله ولك يا بني آدم أدنى البشر أخلاقا ما بتقبل بقتل أب الرسول ما عمل شي عليه الإيمة دكتور تعرف ليش عبد الله كان بده يقتل أبوه بإيده؟ لا ما بعرف لأنه ما كان بده حدا تاني من أصحاب الرسول يقتل أبوه ايوه ابنه كان حابب يقتله برفق وحطنية مو هيك؟ لا دكتور لأنه لو قتلوا واحد تاني من صحابة الرسول كان عبد الله رح يضطر يثقر لأبوه وهيك بيصير فيه دم بين الصحابة وهذا لا يجوز ايه نعم اسم الله حولهم وحواليهم وكأنه ما دبحوا بعضهم هالصحابة تبعك اسمع اسمع دكتور شو قال عبد الله للرسول يا رسول الله قد علمت المدينة إنه لا يوجد أحد أبر من أبيه مني فإن تريد قتله فأمرني أنا فإني لا أصبر علاقات الأبي الزلمي كان صاحب نخوي دكتور ايه نعم السفالة صارت في ميزانك نخوي